شارك وزير التنمية المحلية محمود شعروي في الاجتماع التشاوري الوطني رفيع المستوى الذي عقدته وزارة التعاون الدولي لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشاركة بين مصر والأمم المتحدة وذلك في إطار خارطة طريق من أجل التنمية المستدامة للفترة من عام 2023 لعام 2027 وأشهد وزير التنمية المحلية بجهود وزارة التعاون الدولي في إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشاركة مع الأمم المتحدة والحرص على خروجه بالصورة المثلة التي تتضمن كافة الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها في ورش العمل الفنية والمشاورات الوطنية الموسعة من جانب الوزارات المعنية بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكلاتها المتخصصة المختلفة